شفنا قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ازاي نغير الفونت بتاع الليبل او الفونت بتاع اي حاجة موجودة يعني ولكن في حاجة خاصية موجودة جوه الكاستوم تيكي انتر اسمها فونتة اصلا ممكن تستخدمها مثلا انا عايز اغير الفونت بتاع الليبل اللي احنا كنا حطين فيه ويندو هو ده الليبل عايزين نغير الفونت بتاعه فاحنا كنا بنعمل ايه كنا حطينه بالشكل ده ان الفونت ان هو اريال خمستاشر بولد بالشكل ده انا عايز اعمل ايه انا عايز اغير الفونت ده اغيره ازاي ممكن اعمله بالطريقة دي دي طريقة طب فيه طريقة تانية اه انه اه الكاستوم تيكي انتر فيها حاجة اسمها فونتة اصلا يعني انا ممكن اعمل كده اف ان تي اكوال اه سي تي كي دوت سي تي كي فونت بالشكل ده لو جيت وافتع عليها كده هتلاقي ان ايه بتاخد الفاملي والصايز والويت ايه الفاملي اللي هي اريال مسلا والصايز اللي هو خمستاشر والويت اللي هو مسلا بولد والاسلانت ده اللي هو اتاليك ولا رومان عايز تحط فيه اندر لاين ترو ولا فولس فاحنا ممكن نجرب نعمل الكلام ده فاملي هقول ان هي بتساوي اريال بالشكل ده بعد كده هقول ان انا معايا الصايز بخمسين مسلا او خلينا نقول حاجة معقولة خلينا نقول تلاتين مسلا وبياخد تاني الويت هنقوم ايلي ان هو بولد وبياخد تاني الايه? اه الاسلانت بالشكل ده كده هنقول ان هو اه اه اتارك مسلا وخلينا نقول ان انا عايز اعمل اه فيه اندر لاين يبقى اندر لاين يعني احطه تحت خط هفعل الخاصية بتاع الاندر لاين هخليها بتروح فده كده بالنسبة للفونت انت كده عملت فونت اه بس ده ملوش علاقة بالليبل اما لأخليه له علاقة بالليبل ازاي اخد بقى الفونت اللي انا عملته ده كده كوبي ومرره هنا للفونت بدل الكلام ده يبقى كده انا غيرت الفونت بتاع الليبل بالخصائص بتاع الفونت ده فلو فتحت كده هتلاقي فعلا هتغيرت باب بالشكل ده ان هي italic وفعلا هتلاقيها ان هي underlined والsize 30 وان هي family area الكلام ده كله ان هي bold برضه ففعلا الخصائص بتاع الفونت اللي انت طبقتها هنا باستخدام الوجت اللي هو فونت اصلا بتاع الكستوم تيكي انتر اتطبقت فعلا على الاي على الليبل مش شرط بقى على الليبل بس اي وجت انت خدناه قبل كده بيقبل خاصية الفونت مثلا ممكن يكون البوتون في خاصية الفونت ممكن برضه تمرر له الفونت اللي انت عملته بالايه بالكستوم تيكي انتر اي وجت في خاصية الفونت ممكن تمرر له الفونت اللي انت عملته بالكستوم تيك انتر في وجت عايز اقوله بالمرة هنا برضه لاني مش عايز اعمله فيديو لوحده لاني مفهوش كلام هو هو نفس الكلام اللي قلناه في التيكي انتر ممكن تتوسع فيه اكتر يعني ماشي ولكن هو نفس الكلام اللي قلناه بالضبط هناك في التكاينتر وهو يعني انت ممكن تعمل كده كان وجد بيساوي سي تي كي آآ دوت سي تي كامفاس بالشكل ده آآ الكنفاس طبعا هتاخد ان هو المصدر بتاع الفريم وهعمل كان دوت باك وخليها ان هي آآ آآ باد واي اكوال عشرين ماشي فالكنفاس لو انت جيت تفتح هتلاقي ظهر لك الكامفاس بالشكل ده هي هي الكامفاس بتاع مين بتاع التكاينتر العادي فيها نفس الخصائص بتاع الكامفاس بتاع التكاينتر العادي ممكن مسلا ان دي الويتس مسلا ان هو مية ولو عملت كده هتلاقي فيه آآ نفس باقي الخصائص بتاع الكامفاس اللي كان في التكاينتر العادي آآ وهتلاقي برضو حاجات تانية هنا آآ اضافية يعني اللي هي آآ اللي هي البردر بتاعه الكلام ده كله اللي احنا عارفينه. والخصائص متقرارة. يعني هي هي نفس الخصوص بتاع الايه? الكامفس اللي موجود في التكن انتر العادي. وممكن بتتعامل معها عادي. يعني انت مسلا ان لو انت عايز تضيف عليها حاجة يبقى كان دوت اد وتعمل اد اه تاج مسلا زي ما كنا بنعمل هناك او اد حاجة معينة. فنفس اللي احنا عملناه هناك ممكن تعمله اه هنا برضو في الكامفس دي. ده كده بالنسبة لآآ الفيديو ده. بنتكلم فيه عن الفونت. وحاجة بسيطة عن الكامفس بس بعرفك ان هي موجودة هنا برضو في الكاستوم تيكي انتر. ما تلاقيش يعني هي موجودة. وممكن تتعامل معها زي ما كنا بنتعامل مع الكامفس اللي كانت موجودة قبل كده في التيكي انتر العادي.